استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف الحالي لتوافر السلع وأرصداتها الاستراتيجية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية مع قرب حلول عيد الأطحى المبارك حيث اطلع رئيس الوزراء على موقف احتياطي القمح والسكر التمويني وأرصدة الزيت والأرز كما اطلع على الاتفاقات التي تم عقدها مع أغندا على توريد كميات من اللحوم الحية والمجمدة في إطار تنويع مصادر الحصول على اللحوم اشتركوا في القناة